تريليتشي على الطريقة المكسيكية زريفة ولطيفة اسمها معقد شوية لكن كل المكونات عادي من السوبر ماركت وإحنا مستخدمين هنا ثلاث أنواع لبن زي تريليتشي المكسيكي ودول بيتجابوا من عند السوبر ماركت ده اللبن المبخر وما فيهوش سكر بيبقى لبن متأثر وفيه اللبن المكسف المحلة فيه منه مش محلة وفيه منه محلة وبيبقى تقيل زي ما انتوا شايفين كده وبيتعمل باللبن البودرة والمية والزبدة والسكر ولو مش محلة بتشال منه السكر وهنا فيه اللبن الحليب العادي بتاعنا تمام بقيت المقادير بقى أهوة سريعة الزوابان لبن مكسف محلة لبن مبخر كريمة إرفة شوكولاتة مبشورة لبن حليب وعندنا سوس كرم وكريمة مخفوقة للتقديم تمام أوكي إيه اللي هنعمله هجيب اللبانة برا هحط القهوة رشة القرفة طبعا انتوا أخذين بالكم اللبن المكسف المحلة بديل للسكر والعسل لبن مكسف محلة ولبن مبخر هتلاقوا كل ده في السوبر ماركت يا حبايبي لبن حليب اللبن المكسف المحلة كباية سكر كباية لبن بودرة نصف كباية مية سخنة كباية سكر كباية لبن بودرة نصف كباية مية سخنة معلقتين كبار زبدة كل ده في الخلاط يطلع عندكم اللبن المكسف المحلة ودي الكريمة ودي الشوكولات ونقلب ونرفع على النار لحد ما يسخن سهل وسريع وبسيط وغني في نفس الوقت وتعمه حلو جدا جدا تعالوا بقى نرفع على النار بسم الله الرحمن الرحيم هنا كده اهو وهسيب الحاجات اللي هقدم بيها وهرفع الحاجات اللي أنا مش محتاجها خليها هنا اهي اوكي عايزة بقى أجيب الكبايات اللي هحط جواها سوس الكرامل علشان هيبقى يعني ايه للتقديم وجزء من الوصفة في نفس الوقت لانه هيديها طعم جوا لإيه الوصفة سوس الكرامل بنحرق السكر بعدين نديله زبدة ونديله كريمة ونقصره على النار بقى سوس كرامل او سوس توفي يعني نقلب بقى هنا هذا المشروب سمعين اهو لعا الوش دي الشوكولاتة لسه مدابيتش مش عايزة ايغلي ولا حاجة أنا بس عايزة يتجانس وكل المكونات تدخل في بعضها حتى لو فضل عندي قطع من الشوكولاتة هتبقى لطيفة جدا وإحنا بنشربه إن نلاقي قطع من الشوكولاتة كده جوا بقنا مش هيداي إنا خالص بس عايزة يتجانس كويس 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 قوي قوي اوكي شوفتوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة